اليوتيوب حزف من قناتي 21658 مشترك أيه هو العدد كده بالضبط 21000 هوريلك بالدليل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكل ممتابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب هندخل على طلع الجهاز أوريلك العدد أوريلك عدد المشتركين اللي اليوتيوب حزفهم من قناتي وبعد كده حللك ركز معي من بداية إلى النهاية فيديو مش هكون طويل علشان نعرف السبب هتبدأ أن انت تفتح جهازك سواء كان من الموبايل ولا الكمبيوتر هتدخل من الموبايل العادي من جوجل كوروم وتعمل عرض سطح المكتب وهتلاقي فيديو موجود في وصف الفيديو ده بيعرفك إزائي تدخل على الصفحة اللي هي بتاعت إحصاءات لوحة البيانات الخاصة بالقناة بالموبايل أو تدخل من الكمبيوتر ما فيش مشكلة الهم هتدخل بعد كده على الإحصاءات وبعد كده هتيجي هنا تضغط على الوضع المتقدم بعد كده هتنزل لتحت بعد كده هتضغط على علامة إزائي وهتضغط على المشتركون المكتسبون هيضف لك عمود جديد بالمشتركون المكتسبون بعد كده هنزل لتحت هنا تاني أضغط تاني على العلامة بتاعت إزائي إضافة وأضغط على المشتركون المفقودون كده أضف لي عمود للمشتركون المكتسبون والمشتركون المفقودون اعرف عشان تعرف أنت كمان أو تعمل الكلام ده في قناتك وتكتب لي في التعليقات زي ما انا كده وضحت لك بعد كده اضغط هنا على اخر 28 يوم ديت وخليها منذ الانشاء انا قناتي تقريبا بقالها سنتين بعد كده انزل لتحت زي ما انت شاف كده قدامك بيقول لك هنا منذ تاريخ الانشاء طبعا او منذ تاريخ التحميل منذ ان انشأت او اول فيديو رفحته على قناتي المشتركون المفقدون 21658 الرقم ان انا كتبت لك على الصورة المصغرة يعني صادق انا ما عملش عنه مضلرة في قناتي والمشتركون المكتسبون 75000 يعني انا مفترض قناتي حاليا 75637 مشترك لكن لما تطرح منهم ال 21658 يتبقى عندي عدد المشتركين اللي انتو شايفينهم اللي انتو شايفينهم جنب الايه جنب اللوجو القناة اعمل الكلام ده انت كمان في قناتك ادخل كده وادخل على الاحصاءات وامل خطوات ديت منذ الانشاء وبعد كده اكتب لي في التعليقات كم المشتركين اللي اليوتيوب حزفه من قناتك منذ تاريخ الانشاء يعني اليوتيوب حزف من قناتي 21658 مشترك بالضبط طب خلينا نحل اللي الكلام ده ونشوف ايه الاسباب اللي ادت لحزف 21000 مشترك من قناتي بصفة عامة اليوتيوب بيقولك لماذا تتغير اعداد المشتركين في قناتك او تنخفض الاسباب العادية اللي انتو عارفينها اللي هي بيقولك ايه بيقولك بشكل عام من الشائع ان تحدث تغيرات في عدد المشتركين في قناتك المشاهدون يشتركون في قناتك او يلغون اشتراكهم فيها ده سبب ماشي لقد ازلنا المشتركين غير الصادقين من قناتك طب تمام من هم مبات المشتركين غير الصادقين اللك المشتركين غير الصادقين هم مشتركون تكسبهم من خلال وسائل اصطناعية مثل شراء المشتركين من خلال خدمة خارجية بعد كده كمان اللي هي الحسابات المتأثرة هي حسابات تم اغلقها من قبل المستخدم او اليوتيوب بسبب انتهاك السياسة يعني مثلا واحد كان عامل حسابه افله او اليوتيوب اصلا افله بسبب انه بينتهك سياسة اليوتيوب وبالتالي العدد ده او المشترك ده اتحزف من قناتك بس هل هل يا يوتيوب انه او انت دلوقتي الناس اللي بتشاهدني دلوقتي هل منطقي انه يعني واحد وعشرين الف واحد في القناة او واحد وعشرين الف مشترك يتم حسفهم من خلال او بناء على هذه الاسباب كلام مش منطقي يعني قول مثلا في قناتي الف واحد الفين واحد يلغوا اشتراكهم قول في قناتي الف واحد اليوتيوب هيقفل حساباتهم بسبب انتهاك سياسة اليوتيوب يعني اي حاجة اقول ان في عدد في قناتي يعني انا ما بعملش حاجات غير قانونية فدي الاسباب اللي ممكن انه يتم حسف من خلالها المشتركين في قناتي انا بعملش حاجة مخالفة في قناتي للأسف انا بعملش حاجة للأسف ليه هيو حقيقة يعني انا بعملش حاجة مخالفة في قناتي تؤدي لحسف واحد وعشرين الف مشترك من قناتي يعني كلام مش منطقي خالص الاسباب دي اوكي موجودة فعلا لكن يعني العدد ده ممكن يقول خمس سلاف اوال اربع الاف لكن 21000 موضوع صعب شوي السبب الاساسي يا بخته هو ان فيه ناس بتشترك في القناة ومش بتتابع القناة مش بتتابع الفيديوهات وبالتالي اليوتيوب بيبدأ ان يحزف اشتراكهم بعد فترة لما يلاقي ان هم بيروح لهم اشعار مش بيتابعوا بتعمل بثم بشر مش بيحضروا فبالتالي اليوتيوب بيبدأ ان هو يحزف الاشتراكات بتاعتهم وهو الشخص ده لو دخل على القناة بتاعتي لسه هيلاقي ان اشتراكه ما زال موجود قدامه يعني ممكن كلمة مشترك سبسكرايب موجودة ولكن هو اشتراكه ومش بحسوف في قناتي لانه هو مشترك مش متفاعل مع فيديوهاتي الشخص ده هيتأكد امتى بقى لو انا عامل بثم باشر لو انا عامل بثم باشر على القناة وامفعل ميزا اللي اليوتيوب بنزلها اللي هي المشتركون فقط هم اللي يقدروا ان هم يكتبوا في المحاسة المباشرة هيلاقي ان هو يجي يكتب يقول له ده هذه المحاسة للمشتركون فقط هيقول لك لما انا مشترك هو تكلمة مشترك موجودة لكن هو اليوتيوب حزف اشتراكه خلاص يعني كشكل اللي هو عنده هو موجود كده لما يدخل يلاقي كلمة مشترك لكن حقيقة اليوتيوب حزفه ومش محسوب من ضمن اعداد اللي عندي فاحنا طبعا انتوا عارفين الثقافة بتاعتنا ان احنا بنشترك في قنوات وما بتشاهدهاش بعد كده بنلاقي قناة قدامنا بنشترك فيها ومحدش بيتابعها ويه كمان الحاجة التانية كمان الناس طبعا عايز الحاجات التفهة فيعني ايه جي قدامه فيديو كده واشترك في القناة وبعد كده اما الغى اشتراكه يا اما ان هو اصلا ما عادش متفاعل معها ويتجه للاتجاه التاني اللي هو الحاجات التفهة لما لاش اي قيمة او حد كان داخل قناتي عايز هدف معين تفعيل القناة او حاجة زي كده وساعدته بحاجة معينة وبعد كده قال لك خلي يولي انا خط غرضي منك وديت مشكلة القنوات بتاعة الشروحات هي ان المشتركين اللي فيها بنسبة كبيرة جدا بيكونوا ليسوا اوفياء للقناة لان معظمهم عندهم قنوات احنا صناع او منشئ محتوى ومعظم المشتركين في قنواتنا منشئ محتوى هم كمان فبالتالي يعني بيشاهدوا عدد محدود جدا من الفيديوهات ولما يكون محتاجك او عنده مصيبة في قناته بيدخل يكتبلك في القناة لذلك انا هقولك بقى على شي مهم الزبدة زي ما بقولو الخلاصة انت حاول ان انت تكون جمهور يتابعك على الحلوة والمرة حاول ان انت تشتغل على ان انت يكون جمهورك مش كله عنده قنوات لان اللي عنده قنوات ده هيبقى ليه هدف معين وبعد كده مش هيتابعك بعد كده ايا كان انت بتاعة الطبخ بتاعة ما اعرفش ايه انت بقى حلل شوف الكونتنت اللي انت شغال عليه المحتوى اللي انت شغال عليه لو انت بتعمل غمض وحقائق بتعمل اسرار بتعمل شغل موبايلات هتلاقي المشتركين اللي عندك اوفياء ليك لانهم مستنين على طول كل ما هو جديد لكن انا اللي بيشترك في قناتي بيبقى مفكر كده اللي هو داخل علشان مشانا بس ايها تاعة شروحات بيبقى داخل فقط عايز معلومة معينة عايز يعمل صورة مصغرة ازاي عايز ينسق قناته عايز يرجع قناته فبيشترك وبعد كده يا معلم بيقولك انا خط غرضي منك هو ده كده المحتوى بتاعة الشروحات فلذلك انت لو لسه في بداية قناتك كون جمهور يكون وفي ليك احنا للأسف قناتنا عدت الخمسين الف ومشترك فصعب ان انا اغير محتوى قناتي ممكن اعمل قناة تانية اقدم عليها محتوى تاني تمام لكن انا ما اقدرش ان انا غير محتوى قناتي لان ما عادش ينفع وانا بنصح الناس ان انت محتوى طبخي محتوى العاب محتوى كذا محتوى كذا لازم يكون عندك قناة او اتنين او تلت قنوات ماكسيمم بتوع شروحات لازم تمشي وراهم وتشوف يقولوا ايه بيعملوا ايه واللي يضللك في عنوان ولا بصورة مصغرة الغي اشتراكك من قناته لازم ان انت هتحتاج القنوات الشروحات لان انت مش معقول ان انت هتخش تكلمني على الخاص وانا اول مرة شوف اسمك اصلا اول مرة شوف قناتك لكن انت لما كن بتكتب لي في التعليقات كل شوية كل فيديو التاني هيحصل لك مصيبة هتخش الخاص هتكلمني انا هتكسف على دمي وابدأ ان انا ارد عليك حط دي في راسك كويس جدا لكن الاقيك ان انا اصلا ما بعرفكش اصلا معرفكش نهائيا لان اكيد ان انا بشوف التعليقات حتى لو ما رضتش على كل التعليقات بس انا شايف الاسم ده بيجي قدامي كتير فلما يكون عندك مشكلة انا هتكسف على دمي وابدأ ان انا اساعدك واحل لك مشكلتك قناتك بتتسرق قناتك كذا في ناس بتيتكلمنا بالليل الساعة اتنين بالليل وقول لي الحق قناتي بتتسرق اعمل ايه ما بيعرفناش غير فقط اسناء المشكلة للاسف فيا بخته انت حاول ان انت تكون جمهور حقيقي يكون وفي لك في اي محتوى انت بتعمله محتوى الطبخ محتوى كذا اختار المحتوى اللي انت عايزه بس حط في دماغك ان الشخص اللي يدخل قناتك ده ما يباشر انه داخل علشان هدف معين وبعد كده مش هيتابعك بعد كده مشكلة كبيرة جدا وهجيب لك احباط لما يكون عندك عدد مشتركين خمسين الف ميت الف مشترك وبتعمل بث مباشر بيحضر عندك اربعين خمسين واحد انت هتزعل وهتتعب احنا الحمد لله احنا مستمرين لان احنا نؤمن بما نقدمه وانا عامل الموضوع ده حبا في هذا المحتوى ليس بغرض اخر فانا يسعدني جدا المجادون في القناة حتى لو واحد بس ان هو يكون بستفيد فده بالنسبة لي يعني مكسب كبير جدا جدا وليس لهدف اخر لان انا لو عايز اجيب ارباح واجيب مشاهدات وهدفي ده الوحيد عندي طرق كتيرة جدا اجيب بها الكلام ده وانتو عارفين محتوى الشروحات والكلام ده يعني مش هيجيب الحاجة دهية فعندي طرق كتيرة جدا قدر اجيب بها الحاجات اللي انا عايزها ولكن احنا مستمرين ان شاء الله ونحاول ان احنا نطور من نفسنا وانا اقول لكم دلوقتي في نهاية الفيديو ده اللي كمل معي الفيديو للنهاية يعني ادخل كده على قناتك وشوف حساءات قناتك وشوف عدد المشتركين اللي تم حسفهم من قناتك في خلال منذ انشاء خلاتك واكتب لي في التعليقات كده واكتب لي رأيك فيما قلته انا اكتب لي رأيك بدخلش تكتب لي يا مبدع مبدع ديت بتاكعتش تأكل عيش انا عارف ان انت بتشوفش الفيديو بتكتب يا مبدع انا عارف الكلام ده ادخل اكتب رأيك وقل لي انا كلامي غلط ولا صح عشان انا نفسي اطور بالنفسي شوف انا كلامي صحة ولا غلط علق على كلامي اكتب كده انقط كلامي اقول لي انا غلط ما عندش اي مشكلة تحياتي لكم دي قناة العلم والتكنولوجيا للمهتمين للمهتمين واللي داخلينا عشان يتعلموا ويستفادوا والحمد لله احنا باش بنضل للاحد ولا في عنوان ولا في صورة مصغرة اتمنى لكم متفقق والسعادة ويا رب اتحقق كل احلامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة